الحمد لله رب العالمين إلهي الأولين والآخرين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أجل مرسل آله وصحابته وتابعي من واله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء في هذا المكان دعوة إلى توحيد الله عز وجل وتحذير من الشرك ومن البداء ومن أهل البداء لأنهم أخطر على المجتمع من الأوبئة والأمراض لذلك نأتي إلى هذا المكان لندعو الناس إلى ما دعاهم إليه الأنبياء والرسل وهو التوحيد ونحذرهم مما حذرهم منهم رب العزة والجلال والأنبياء كذلك وهو الشرك بالله عز وجل لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما أرسلنا من قبلك من رسول إن لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقولوا ربنا تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهذه دعوة الأنبياء والرسل تحقيق التوحيد وتحذير من الشرك لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند والترمذي في السنن ألا من حديث أبي سعيد الخدري ألا لا يمنعنا أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يمنع رزقا ولا يقرب أجلا ففي هذا الحديث العظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقول الحق وأعظم الحق الذي يقال هو التوحيد لا سيما في بلادنا هذه التي كثرت فيها الأوثان والقباب والأضرحة والأضرحة وإمة الضلال من المتصوفة والأخوان المجرمين وجماعة التبليغ وحزب ألا حزب النور وحزب التحرير وكل أصحاب هذه الفرق وهذه الملل والنحل سكتوا عن هذا الأصل العظيم وهو التوحيد فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد في هذا الحديث ألا تحذير ألا لا يمنعنا أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق فإذا عشان تقول الحق ما تخاف من الناس لأنه كثير الليلة من الناس من الدعاة دعاة صار السنة ودعاة الأخوان المسلمين في كافة قنواتهم لا يتكلمون في هذا الأصل العظيم أي التوحيد بوضوح ما بيتكلم لا في غناة طيبة ولا في نور ولا استجابة ولا ساهور ولا الكوسر ولا النين الأزرق بل العكس تجد هؤلاء يحاربون أهل التوحيد وأهل الدعوة إلى التوحيد الصحيح وقول الحق لا يقرب الأجل ولا يقطع الرزق اتخائب عليه شنو ما در تقول الحق له لأي دكتور في البلد هنا أنصار سنة جمعية كتابه سنة أخو مسلم حزب تحرير تبليغي ما در تقول الحق له هذه الدعوات إنما أقيمت لأصحابها دي ما دعوة بتعات ربنا وإن ودعوة الله عز وجل مبنية على التوحيد بوضوح وبتفصيل حتى يعلم الناس ما المقصود من الكلام تتكلم بوضوح لشأن كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يمنعنا أحدكم هيبة الناس ما تخاف من الناس يا زون ما بسأوا لك أي حاج ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن كنت تخشى الناس فإن الله عز وجل يعصمك من الناس والنبي عليه الصلاة والسلام صدع بالحق وقال بما أمره الله عز وجل به على أكمل وجه بلغ بلغ شافي وبلغ تام لا غبار فيه ولا تشوبه شائبة بلغ اتكلم في اللات والعز وهبل وحذر الناس من الشرك ومن البدع ومن كل أمر يقربهم إلى النار النبي عليه الصلاة والسلام حذر الناس منه ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه في دكاترة قروا التوحيد في المدينة هناك مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلموا ويتخرجوا وجه بيدال قدامه خدت له دال طبعا البلد دي هنا في البلد في السودان هنا الدالات دي كتيرة الدال كتيرة تلقاه في التلفزيون خدت له قدامه دال الشرطة كده دكتور محمد الأمين إسماعيل الدكتور عبد الحي يوسف الدكتور عبد الحفيظة العدسي الدكتور ما عارف منه وإنت دال لي ما تقتربها الدال لي ما تقتربها قد تكون دلوكة قد تكون درويش قد يكون دكوة قد تكون دلقان غيره غيره ما تقتربها الدال شوف دعوته الدكتور زاته شوف دعوته شنو قاعد يدعو للتوحيد يسألوا من التوحيد ومن القبغ من الشرك يزاوق بالله زي السبك البلبوط يواد ما تقول الحق يتخايف من شنو في مرتب شغال في مرتب شغال وفي يعني حيبة الناس ما داري زحل الناس كلهم إيه تفضل من النبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الحق وعاداه عمه وأقرب الأقربين إليه أقرب الناس عادوه وإنت دار تعمل فيه الظريف يعني دار ترد كل الناس وربنا قال قال يعني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته شوف الصوفية ما بيرض عنك يا دكتور يا ابتعى النصارة السنة ولا الأخوان المسلمين ولا غيره ما بيرض عنك الصوفية ما بيرض عنك الأخوان المسلمين ما بيرض عنك لمن تجي تتكلم في الكلام المنهجي في طاعة ولي الأمر ما هو الأخوان المسلمين بطاعة الفوضى وثورات واعتصامات وانقلابات وكل هذا في دين الله محرم الكلام دي لما نقوله وقال أحد يقول لك الجماعة دي ما تابعين للمؤتمر الوطني ولا المؤتمر السوداني كله كافرين بهذه الأحزاب جميعا وهذه الطرق جميعا وهذه الجماعات جميعا كل أحزاب دي كافرين به ولا من ننتمي لحزب في المحل ده ما من ندعو إنسان عليك يا عبد الله أن تتبرأ من كل هذه الأحزاب ومن كل هذه الجماعات ومن كل هذه الطائف ربنا قال أبقوا أنصار مهدي ولا أنصار سنة ولا أبقوا موطر وطني ولا غير ولا غير أخو مسلم لا ولا واحد ما تلتزم من الجماعات وهذا الذي أضعف الأمة تجد تتكلم في التوحيد إنه الطريق أخو مسلم ما هكذا وما ينبغي وكذا تجد تتكلم تقول ما النبي عليه الصلاة أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر ما في مظاهرات ما في غيره ما في غيره يقول لك سايف علماء السلطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن أخذ مالك وضرب ظهره أو كما قال النبي عليه الصلاة تسمع والطيع ما في فوضى ما في ثورات الليلة كثير من الناس دائرين الفوضى تكون في البلد دائرنا يا سعي بنصر وعبد الحي يوسف وعلى الدين الزاكي وغيره وغيره ومدحوا الثورات الوقعت في في سوريا ووين وين والآن الحاصل كل ذو العاقل يعرف أن هذا الأمر شر ما جانوا منه المسلمين خير والله ما كذاب الذي يقول أن الناس بعدما ثاروا أصبحوا أحسن حالا تقدر تقدر تقول سوريا بي قتل الآن أحسن تقدر تقول لي بأحسن تقدر تقول اليمن أحسن ما فيها زوال عرضك ما تأمن عليه نفسك ما تأمن عليها بيتك ما تقدر تجارتك غير وغير ما بتقدر تأمن عليه تقول لي يا أخي سورات مباركة زي ما قال الضال نبيل العوضي والضال عائض القرني والضال سفر الحوالي والضال سلمان العودة والضال العرافي كل هؤلاء ضلال وهؤلاء دعاة خروج ودعاة فتنة ودعاة شر خارج البلاد الناس تحذر يا ناس أعوه يا ناس أعوه بنصبع ونطيع والكلام دم نقوله ديانة لله ما خوفا من بشر ولا خوفا من أحد وإنما ديانة لله قال ألا لا يمنعنا أحدكم حيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يمنع رزقا الرزق عند الله يا الدكتور الحارس المرتب من المنظمة الرزق عند الله بلغ الدين واتقي ربنا ربنا بيرزقك لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغضوا خماصا وتروحوا بطانا يتوكل علي الله قال فإنه لا يمنع رزقه الرزق عند الله الرزق عند الله ما عنده ولا في مرتب ولا في ناء ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ربنا قال وما من دابة في الأرض إنت مش من الدواب ولا ما من الدواب قل لك دكتور لا بالدبع على وجه الأرض ولا بطير طيران لا تبقى صوفي برضو ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلموا استقرها ومسودعها ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكولوا من رزقه وإليه النشور قال فإنه لا يمنع رزقه ولا يقرب أجله أجل أقدم مكتوب يقول لك بيضاربوني أحب يضاربوك النبي عليه الصلاة يضاربوه في سبيل نشر التوحيد لا في كرسي ولا في مال ولا في جاه ولا في يعني شيء من حطام الدنيا وإنما عودي الأنبياء جميعا وقتلوا من أجل تبليغ التوحيد ربنا قال عن بني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استقبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الأنبياء كتلوا بعض الأنبياء قتلوا من أجل هذا الدين إذا لمدت في سبيل التوحيد ده شرف عظيم لك والله شرف عظيم لكن تموت ولا بد من الديمقراطية كتلوك في مظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على أميره قيد شبره فمات فميتة جاهلية لكلام الرسول عليه الصلاة تعمل مظاهرة تعمل اعتصام تعمل غيره كل هذه فوضويات نحذر الناس منها وندعوهم بأن يعتبروا لما حصل في سوريا والعراق وفي اليمن وفي ليبيا اعتبروا يا أولي الألباب حافظوا على هذه النعمة نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يعرف الإنسان قيمتها إلا إذا فقدها عزوال السلام أن يكون عيونه مفتحات وبعاينه ونظره ستة في ستة يقول ليك يا أزوال الله طبعا ويكسف وديما الشي وصل عليك حد الوسطب وديما السباجة ويوصل عليك الملف يقف تلقاه عيونه دي لازال يقلل لكن اول ما اجيه الى المد مستشفى مكة باين مستشفى مكة يتقبل نظرك ده ربنا قال له قضو عشان كده الامن كذلك نعمة ما بتعريفة نعمة كبيرة الا لمن تفقدها يتلبوا عليك يتلبوا عليك جوا بيتك يتلبوا على عرضك وحصلت حصلت بعض الاضطرابات في بعض في هاي وفا جونقرق الناس شافت الحاصل يا موت هذا الكافر المسمى بجونقرق ما ندعو لشو قلنا ما السياسة لكن دارينا وريكي نوصل لك معلومة انه الفوضى اذا حصلت بعدها الشرق بيكون عظيم والفتنة بتكون كبيرة ويقع ما يقع من الفساد والافساد والسرقة ويتلاف الاموال ويسهق الانفس وانتهك الاعراض كل بسبب الفوضى قال فانه لا يمنع رزقا ولا يقرب اجلا ما بقرب الاجل قول الحق ما بقرب الاجل اجلك مكتوب شفت مما عديت في بطن بطن امك اربعة شهور كتبوا الرزق والاجل والعمل فبعدتان اذا دارت تكون ناصح لهذه الامة السودانية عليك ان تدعو الناس الى توحيد الله وتحذر الناس من الشرك الان دعاة الشرك في البلد الصوفية دعاة الشرك الصوفية وهم هم الذين سطروا هذا الكلام في كتبهم وفي قصائدهم وفي اسعارهم دعوا الناس الى الاشراك بالله عز وجل فهم دعاة الشرك دعاة الشرك اللي زيرك وغيره كل هؤلاء دعاة ضلال ودعاة فتنة نحذر الناس منهم فالشرك منتشر في البلد الصوفية الان يسعى سعيا حسيسا ليرجع الناس الى عبادة الاموات و الى عبادة القبوة و الى عبادة الجن و الى كل الناس الى رجعون تاني الصوفية وندعو الناس الى ان يلتزموا توحيد الله عز وجل دعوة الانبياء و دي البيت نجينا و دي البيت سبب ربنا يجعل الامن والامان والسكينة والاطمينان و يوسع للناس في ارزاقهم و معاشهم و ينزل البركات من السماء والارض التوحيد سبب كل خير والشرك سبب كل بلية عشان كده كل ما تحصل مصيبة اللي عاشتين بيقوا بينه السبب الصوفية والله اجد البنزينة اللي جعلون يبقى بعشرين الف في قبة بيكون الدواب هي جديدة ايوة لانو ديال بيحاربوا في ربنا ديال بيحاربوا في ديال ربنا ربنا رسل الرسل للتوحيد الصوفية قالوا لا دعوا الناس الى عبادة الموتى ان كنت في هم وغم فقم وانده بنادي نبيامر غاني ااتيك بسرعة عبدالرحيم الزريبة هذا الهالك امام الضلال في هذه البلاد انه بخض في البلاد نزيله فقل يا ولي الله اسماعيل ددينا الصوفية البرعولي والناس المجتمع السوداني والانبياء دعوا الى توحيد الله عز وجل خالف دعوة الانبياء والرسل ودعوا الناس الى عبادة موتى فالناس تكون حريصة عرفت الحق قول الحق وما تخشى في الله لو متلاي ربنا بينصرك وربنا بيرفعك وربنا بأيدك ربنا رفع طيور حيوانات لما دعت الى التوحيد الهتو ده ربنا رفع بيه شنو جابه ذكره في القرآن الهتو ده من دون الطيور ربنا ذكروا ولانه غار على التوحيد لما لقى الناس ساجد والله الى الفيدة كاترة في البلد دي احسن منه الهتو دكتور احسن منه الهتو الهتو لما نتكلم اتكلم في التوحيد قال الناس لان ما عندهم عقول يسجدوا للشمس والشمس دي خلق ربنا الا يسجدوا لله فربنا ذكر الكلام ده في القرآن ليه لكي يعلم الناس ان دعوة التوحيد ترفع دائر ربنا يرفعك ادعو للتوحيد دائر ربنا ينزلك يغتز يغتزك ادعو للشرك والله مهما عليت شفت لو لو وصلت السحاب تجي واقع تغتز اسفل السافرين ربنا قال في القرآن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدى وربنا قال في القرآن ان ان الانبياء كلهم يدعون الى هذا الاصل الذي بعث الله عز وجل من اجله الرسل وخلق من اجله الجن والانس وما خلقته الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالصوفية دعا شرك احزر كل هذه الطرق الصوفية والبكوريك بها جاي ذا شايفو حميدة بصلاة هذا ايضا من دعاة الشرك ودعاة الضلال ودعاة البدعة والخرافة وشحات زيد على كمان شحات بعد الخيبة وعدم المروعة شحات اديك الشرك وتدفع له قروش اديك شرك وتدفع قروش يا دول انت مهم انت خلي عندك مخ خلي عندك شفت نديك توحيد ولو ربنا وسع علينا ونديك قروش وله ايضا لكن ان شاء الله لكن داك اديك شرك وتدفع قروشك اخير يدك جواجابك عشرين جينة تخدتها الجماعة اشتغلك راسة ورمضان جاي واسه رمضان جاي بعد يومين بيقول لك العصير بتاع ورنجة الظريف في قبيع عشر اجنيه يالله يا جماعة دقوا الشيرن والله نخلى لك بدون مكانة المهل من غير مكان ننسيب عليك ناسف عربيتك الشاعر فيها الضلال دي ننسيب عليك بالكتاب والسنة لانك تدعو الى الشرك انا اكتب في هذا القدر وقدم الشيخ ابوكر فالفضل مجزين مع جورة السلام عليهم الشيخ ابوكر